مرحبا أنا الدكتوران سترين لعاقبة خصائية طب وجراح في العيون اليوم رح نحكي عن علاج التهاب العين وحمرارها التهاب العين هي مشكلة شائعة جدا بتصيب جميع الفئات العمرية وهي حالة مرضية تعمل التهاب في غشاء العين ممكن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو حساسية أو إصابة ببعض المواد الكيموية وغيرها إذا كان سبب فيروس أو بكتيريا فإنها بتكون معدية من خلال مشاركة الأغراض الشخصية الملوثة أو عن طريق العطاس الأعراض بيبدأ عندنا إحمرار وألم في عين ثم بنتقل للعين الثانية خلال بضعة أيام وبصاحبه انتفاخ في الجفون وزيادة في الدموع الإحساس بوجود جسم غريب والحساسية ذائدة من الضوء وفي بعض الأحيان قد يكون هناك إفرازات صفراء أو خضراء وهذا الإشي بيزيد احتمال الالتهاب البكتيري العلاج في عنا علاج تحفظي بداية بأنه عدم مشاركة الأدوات الشخصية والحفاظ على نظافة اليدين والعين استخدام كمدات باردة للتخفيف من الانتفاق والألم حول الجفون والإكتار من شرب السوائل والماء للمحافظة على ترطيب العين العلاج بالقطرات حيتنصف قطرات مضادات حيوية أو قطرات مضادة للهستامين عند وجود حساسية وقطرات أخرى حسب التشخيص وشكراً لكم بتمنى لكم الصحة والسلامة دايماً